بعد انتهاء معركة جمع توقعات الناخبين باتت عودة طياري اليسار والإسلاميين قاب قوسين يوادن من الحدود منهيين أكثر من عقدين عن آخر دخول لهم معتركا لانتخابات الرئاسية فالأففاس وبعد آخر مشاركة لها عبر مؤسسها الراحل حسيني تحمد قررت قطع طريق المقاطعة في امتحان لشعبيتها السياسية على الأقل في معقالها وفي امتحان لمشروعها السياسي التاريخي الإجماع الوطني الذي لم تمل ولم تكل في البحث عنه إننا اخترنا المشاركة والتعبئة بدل الانسحاب والاستقال المشاركة بمرشحنا وبمشروعنا بدل الاستفاف والتموقع زرع الأمل بدل الاستسلام للتشاؤم والإحباط بدورها وبعد أن جربت خياري المساندة والمقاطعة سابقا حركة مجتمع السلم تعود إلى صندوق الرئاسيات بمرشحها منهية بذلك قرابة ثلاثة عقود من الغياب ليكون اختبارا للحركة التي ستسعى لاحتواء قاعدة الطيار الإسلامي الناخبة وهنا يكون جزء من التحدي أو التحدي كله في دل انتفاء وهج هذا الطيار سنخوض هذه الانتخابات من خلال برنامج اسمه وعنوانه ومضمونه فرصة ستكون هذه الانتخابات في الجزائر فرصة للإصلاح فرصة للتغيير أما الطيار الجمهوري فحسب المراقبين فلم يعد يحمل إلا الإسم منذ رحيل عربه رضا مالك لتكون الطيارات الثلاثة تمام اختبار إعادة بناء قاعدتها والأهم تجديد أفكارها وإهليات عملها السياسي